السلام عليكم أنا محمد غنايم السلام عليكم معاكم سلمان الاعتابي في هذه الحلقة سنقوم بعمل تحدي بسيط بيني وبين صديق الغالي سلمان بما أنه مهندس وأنا طبيب أيهما أفضل الطب أم الهندسة طبعا هذا التحدي بابتر فيه وأنا سأعجد بمشاركة أخي سلمان لنا في هذا الموضوع طبعا كل التخصصات خير وبركة وكل تخصص له سلبياته وإيجابياته أحمد ستكون أنت مقدم هذا التحدي ذكر أنك أنت من اخترت اسأل ما يحلو لك ما هي مميزات كل تخصص عليكم أهم مميزات الهندسة صراحة أنك أنت رح تكون تبني شيء ملموس شيء أنت تقدر تشوفه في عينك يساعد الناس بحياتهم اليومية وبشكل كامل خلنا نكون صريحين العالم اليوم ما يقدر يعيش بدون مهندسين لا المهندسين المدنيين ولا المعماريين إلى آخره المهندسين يشاركون في جميع جوانب الحياة الهاتف اللي يبيدك الآن هو من ناتج الهندسة يعني حتى بيتك اللي أنت قاعد تشوفه وأي شيء ملموس حوالينك هو أيضا من ناتج الهندسة المهندسين يحسنون العالم يا جماعة الخير لو لا المهندسين لكنتم مفلسين لن نكون مفلسين طبعا لأن الأطباء هم المسؤولين عن تحسين جودة حياة الناس بشكل مباشر كل يوم ولن تستبدع بكل هذه الهندسة دون أن تكون معافى بجسدك بإذن الله تعالى أخيل أنك تتعامل مع الجسم البشري أحد عجائب المولى عز وجل أن تصبح طبيبا يعني أن تتعلم كل شيء يمكن أن تعرفه عن جسم الإنسان والتعامل مع الأجهزة والآلات التي تسمح لك بالنظر داخل هذا الجسد وتوصي بالدواء الذي يتسبب بإذن الله في تقليل الأعراض ومعلاج المرض بإذن الله تعالى حقيقة يظل الطب أحد أكثر الأشياء روعة في العالم ولا عزال المندسين أقصد المهندسين الرجاء ضبط النافس جماعة الخير السؤال التالي ما هي أبرز السلبيات في تخصصك من وجهة نظرك؟ خنقتني العبر يا ساتر شوفوا عندكم تخصص الهندسة المدنية في كلاسات جد صعبة عندكم كلاسات يعني الصعب الواحد يعديها نفس جيوتكنيكال انجنيرينج عندكم أيضا دفرنشل اكويجن هذا يعني اللي يدش لكلاس ويطلع وهو فهم شيء يعني يستاهل الصفقة عندكم أيضا الهندسة الكيميائية عندهم مواد نفس الأورغانيك كيمستري وان وثو هذول اللي يدشونه يطلعون شخص ثاني من كثر أن المواد هذه صعبة من السلبيات كذلك تأثير صعوبة الدراسة على الطالب يعني أنت لازم تتمنى في نفسك لازم تعتني في نفسك ولازم أيضا تعتني في الأمن والسلامة وعلى كلام أخوان المصريين لازم تكون دائما مصحصح ومركز يا والله يعني يجب أن تكون مصحصح يعني بالنسبة للطب وسلبياته يعني نبدأ أنه فعليا لا يوجد مدة تنتهي فيها فترة دراستك دائما أنت في دراسة الطب متجدد الطبيب يجب أن يتعلم طوال فترة حياته فأنت بالمعنى الحرفي تكون طالب طوال فترة حياتك سلبية أخرى أن ساعات الدوام طويلة جدا مع نظام المنوبات الليلية يجعل الطبيب بالمعنى الحرفي رهن عمله لذلك هي مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة تجارية الطب عبارة عن دراسة عملية ونظرية فدائما تحتاج المهارة العملية والمهارة العقلية تحتاج أن تكون ذو قلب قوي لا مكان للضعفاء في هذا التخصص فحيات إنسان بين يديك سواء كنت في أي قسم في المستشفى ابتداء من قسم الطوارئ حتى قسم التخدير كم هي التكلفة المادية للدراسة بالنسبة للطب لوخات تركية كمثال تبدأ أسعار الدراسة من 16500 دولار حتى تصل في بعض الجامعات إلى 27000 دولار طبعا للسنة الدراسية الواحدة ولكن طبعا لو درست في جامعة حكومية سيكون المبلغ أقل من ذلك بكثير في أمريكا على سبيل المثال ممكن تخصص الهندسة أيضا يكون من أكثر التخصصات اللي تكلفك عندكم مثلا جامعتي أنا ممكن التكلفة توصل لـ 40000 دولار ستنويا على حسب وهذا طبعا فقط الرسوم الدراسية طبعا هذه النقطة لنك سبق أحد لأن التكلفة تعتمد على الجامعة والدولة ما هو التخصص؟ هذه كنت تود أن تدرسه لو لم يتح لك هذا التخصص كان ودي أصبح طيار وصراحة أتذكر أن حتى حفل تخرجي يعني الـ theme كان theme طيران من كثير ما أنا كنت متأكد لكن سبحان الله أتذكر هذا اليوم وما أنسى أبدا الوالد والوالدة نعدوني للطابق السفلي وأول مرة كانوا يكلموني بشكل جدي قاعت معهم وقال لي سلمان تخصص طيران إن شاء الله من الحكومة وإحنا رح نضطر أن نأخذ قرض عشان ندخلك الجامعة وكانوا قايل لي هذا الشيء هذا طبعا أنا في نفس اللحظة يعني رفظ خصوصا أننا عائلة كبيرة أنا عندي ثلاث أخوات وإحنا ثلاث أخوان فما رح أرض أن الوالد والوالدة بهالعمر هذا ما يعيشون حياتهم فعلى طول رفظت ودشيت الهندسة في البداية كنت كاره الهندسة جد يعني حتى دشيت في اكتئاب بسبب هذا الشيء هذا لكن الحين والحمد لله أشوف تخرجي قدامي ما أنا نادم على أي شيء يعني حتى أذكر قبل بالثانوية كان خالي مناديني وكان يقول لي سلمان شنو التخصص اللي أنت بيها وشنو راح تتوظف وكنت أقول له بكل فخر أني بصير طيار فرد عليه وقال لي يعني ترى ما في فرق بينك وبين سائق الباص غير أنك أنت في السماء وهو في الأرض ما حد بيداوم عنك بيدرس لك أو بيعيش حياتك بالنسبة لي في صغري كان لدي تطلعات لتخصصات كثيرة أعتقد لو لم أكن طبيبا لا أحببت أن أكون في تخصص له علاقة بالإلكترونيات كنت أحب في صغري الأمور التقنية كنت أحيانا أفكك ألعابي وأعيد تركيبها وفي مرة أتذكر أنني حاولت تغيير دراجة الهوائية إلى دراجة كهربائية أحضرت دينمو من كراج خالي تعرفون الدينمو يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية فكنت أعتقد أنني لو وصلت هذا الدينمو بالكهرباء سيعطي طاقة حركية وبالتالي ستتحرك الدراجة الهوائية طبعا فشلت وأحرقت الدينمو لأن كمية الكهرباء كانت عالية وقتها أتذكر أنني أعدت الدينمو لخالي ولم أخبرها أنني أحرقته السؤال الثاني ما هي مدة الدراسة في كل تخصص؟ أنا أعتقد كسرت هالنقطة لأن تخصص الهندسة بس تحتاج تدرس أربع سنوات بينما الطب هم يدرسون ست سنوات وأنت الصادق يعني أقل شيء ست سنوات بعض الدول بكالوريس الطب فيها سبع سنوات وإذا كنت قد درست في دولة أجنبية تحتاج سنت امتياز في بلدك وأضف لهذه السنين الهندسة أيضا بتلقي أن نفسك تأخذ الشهادة أكثر من أربع سنوات عادي تقدر توصل خمس سنوات ست سنوات تخيلوا هذا يعود لأن الكلاسات بسرعة تمتلي وفي مشاكل واجد هذه سنتي السادسة في الهندسة للأسف هل كنت تعرف عن تحديات هذا التخصص قبل أن تدوسه؟ تخصص الهندسة ما هو سهل يا ناس شوفوا أنا كنت أعتقد أنه لما أطلع من الثانوية رح يكون طريجي سهل في الجامعة عرفتوا السؤال في هذه بس أنا كنت ألطان كنت ألطان حيل أنه كانت من أصعب سنوات حياتي كنت أمر فيني أيام أبكي لأني أنا ما كنت أحس أني رح أعدي وسنوات حياتي اللي قضيتها هذه كلها رح أضيع بشهادة أنا ما رح أحصلها وعلى فكرة ترى أنا مو والواحد يعني ممكن يبكي من التخصص كل اللي داشت التخصص ممكن بك بسبب صعوبة المواد هذه لكن في النهاية أنت رح تبدأ تبني مستقبل لعايلتك وتبني مستقبل حلو لنفسك أيضا أنت بتكون مهندس أدري أني خرعتك أكثر بما شجعتك بس أنت لازم تكون قد التحدي أنت رح يكون عندك ربع أيضا رح يمشون معاك في نفس الصراعات فما رح تحس أنك الحالك أهلا ما رح أضيع 9 سنوات من حياتي وأنا أدرس هو صد يعني ضيعت 6 سنوات بس بنفس الوقت ما أشوف نفسي أخلص عمر العشرينات وأنا ما استنست فيه وحتى بالنهاية ما رح يكون عندي وقت لنفسي لما توظف وأنا بعمر الثلاثين حياتي رح تكون جزء من شغلي ومو العكس وهذا صراحة شيء ما أشوفه لنفسي تعالى أنا بالنسبة لي كنت أعرف التحديات المتعلقة بالطب نوعا ما ولكن ليس بشكل واضح ربما هذا الأمر الذي جعل التحديات الخاصة بالتخصص أصعب قليلا عليه في بدايته ولكن كما قال صديقي سلمان لا بد أن تتقبل شغلك لأنه بالفعل أصبح جزءا من حياتك ولكن بالنسبة للطلاب المقبلين على اختيار التخصص أعتقد أنه لا بد من عمل حصص مخصص لطلاب الثانوية طيلة فترة دراستهم يتم من خلال هذه الحصص إحطار أساتذة أو متخصصين في تخصصات مختلفة يشرحون للطلاب عن تحديات وسلبيات وإيجابيات التخصص الذي هم به حتى يساهل هذا الأمر على الطالب فهم ما هو مقدم عليه من تخصص ولا يكون لاختيار عشواء وهذا الأمر فعليا مطبق في الدول الإجنبية فأحب جدا أن نطبق في الدول العربية وهكذا سنطور من قدراتنا في التخصصات المختلفة على المدى البعيد ونبدع بها لأنه تعرفون كلما زاد الشغف لدى الشخص في التخصص الذي يدرس به على الأغلب سيبدع به وهذا كذا ستطور قدراتنا في العالم العربي إذا طلبت منك أن تسوق لتخصصك وأن تقنع الطلاب للتحاق به فماذا تقول؟ كل ما تنعم فيه بحياتك هو بسبب المهندسين وعلى اختلاف التخصصات أطبق أحد أكثر الأشياء روعة في العالم طيب إذا أردت أن تنفل الطلاب من هذا التخصص ماذا تقول؟ لا تكن طبيبا فتفتقد إنسانيتك لا تكن مهندسا فتفقد شقتك نهاية أيها الأحبة صدقا سعت بهذا السجال مع أخي وحبيبي المهندس سلمان العتيبي وأتمنى له كل التوفيق في عياته العلمية والعملية ولكم أيضا وود أن أقول بكل صدق أنه لا يوجد هناك تخصص أفضل من تخصص أو مهنة أفضل من مهنة لا الطبيب يستغني عن المهندس ولا المهندس يستغني عن الطبيب وهذا يمكن أن نقوله في كل التخصصات والمهن والأعمال الأخرى المهم أن تبحث عن شغفك وما يناسبك وما يصلح لك وما تجد أنك قادر على إثبات ذاتك فيه وتطوير قدراتك من خلاله لا تكن طبيبا لمجرد أن كل عائلتك من الأطباء ولا تكن مهندسا لمجرد أن من حولك مهندسين ليس عيبا أن تكون في وظيفة مثل أبيك أو أخيك أو صديقك ولكن العيب أن لا يكون هذا الاختيار نابعا من ذاتك أو متوافقا مع قناعاتك بهذا التخصص أو تلك الوظيفة أتفق وبالنهاية ترى كلنا نسوي رحنا نعرف شي قاعد نسوي بس بنهاية أعطيكم مفاجأة أنه ولا أحد فينا يعرفش قاعد يسويه في حياته كلنا نتوكل على الله وإذا الله كتب لك تخصص رح تأخذ فيه شهادة تكمل فيه وتتوكل على الله أهم شيء لا تندم على أي قرار تتخذه في حياتك في النهاية شريكي برايك في مكان تعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به وشاركنا مقطع آخر على قناة سلمان تفضلوا بمشاهدته وضعت لكم الربط في الوصف ودمتم في أمان الله